اعزائي الطلبة مرحبا بكم في الجزء الثالث من المحاضرة الخامسة التي خصناها للهشاشة كمكونين بالمكونات الخطر بعدها ان تعرفنا على علاقة الرهاب والظاهرة والخطر في الجزء الاول وبعدها ان درسنا انواع الهشاشات واختلافاتها وتعريفها سنحاول في هذا الجزء الثالث ان نقف عند نموذج من نماذج هذه الهشاشات وكما اسلفت سأأخذ كمثال على هذه الهشاشة الهشاشة الفيزيائية الهشاشة الفيزيائية كما تعرفون هي هشاشة او كما سبق ان وضحت ذلك هشاشة غالبا ما يستعملها الباحثون الذين يشتغلون في الحقل الطبيعي كالجيولوجيين والجيومورفولوجيين والمثال الذي سنأخذه هو مثال من دراسة جيومورفولوجية تهم النقل الكتالي على السفوح لماذا النقل الكتالي لان النقل الاولي او البسيط هو نقل لا يشكل اي تهديد على عكس النقل الكتالي ونقصد بالنقل الكتالي ثلاث ضواهر تفصيلية اولا التدفقات ثانيا الانزلاقات وثالثا الانهيارات وسنعتمد في هذا المثال على مقاربة تعتمد على ثلاث مرتكزات المرتكزات المرتكز الاول هو مرتكز المؤشيرات لزنديس والمرتكز التالي هو مرتكز العوامل لفاكتر والمرتكز التالي هو مرتكز المعاملات لكويفيسيون اذا سنشرح هذا شيء قبل ان ندخل الى دراسة النموذج المؤشيرات ماذا نعني بها؟ المؤشيرات هي مجموعة من العلامات الدالة على وجود تحريك كتلي على السفوح هذه المؤشيرات اما ان تكون مؤشيرات طبيعية واما ان تكون مؤشيرات بشرية وكمثال على المؤشيرات الطبيعية نأخذ مثال للمؤشيرات الجيومورفولوجية كما هو موضح من خلال هذه الصورة وهذا الرسم التجسيمي وهو مثال الانزلاق او اطر انزلاق فنلاحظ في هذا الرسم التجسيمي ان هناك مؤشيرات ان هناك مؤشيرات دالة على تحريك كتلي للمواد على السفوح على شكل انزلاق وذلك من خلال مجالين مختلفين المجال الاول هنا وهنا هو مجال ما نسميه بمجال الاقتلاع لازون درشم او اذا ارتوم لازون ديبار ومجال في اسفل السفح نسميه بمجال تراكم لازون دا كوميولاسيون حيث يظهر ان هذه المنطقة قد تعرضت الى انزلاق بدليل المواد المتراكمة في اسفل السفح عبارة عن السينة انزلاقية وبدليل كذلك على ان هناك اطار للاقتلاع التي توجد في عالية السفح اذا هذا مؤشر طبيعي على ان هناك حركة كتلية لتنقل المواد على هذا السفح ان هذا مؤشر طبيعي من طبيعة الحال هناك مؤشرات طبيعية اخرى جيولوجية ونباتية ونباتية لغير ذلك فقط تطرقنا الى مؤشرين مؤشر الجيومورفولوجي كذلك هناك مؤشرات بشرية هي كثيرة جدا اخذوا هذا المثال لاحظوا عندما نصادف في الطريق مثل هذه العلامات تشوير علامات تشوير تدل على ماذا تدل على ان هناك منطقة طولها عشر كيلومترات كلها منطقة تساقط الاحجار اي انهيارات معناه ان هذا المجال هو مجال معرض ومهدد بظاهرة الانهيارات ان هذا مؤشر بشري على ان هناك حركة كتلية على السفح نفس الشيء عندما يقوم الانسان في تدبيره وفي تدخله كما سنرى في محاضرة التدبير ببناء مجموعة من المصطبات البشرية او بناء السيجة على السفوح فهذا كذلك هو مؤشر على ان هذه المناطق المسيجة او المدعامة بهذه الحجارة المرصصة دليل على انها تعرف كذلك كتلا تنقل او نقل كتلية على السفح عبارة اما عن تدفقات او انزلاقات او انهيارات حسب كل حالة وهذه المؤشرات تحيلنا على قاعدة اساسية في جغرافية الاخطار والتي سبق ان شرحناها في المحاضرة الاولى والمبنية على مبدأين اثنين المبدأ الاول هو ان نفس الاسباب تؤدي الى نفس النتائج معناه ان اذا توفرت نفس العواميل ونفس المؤشرات في نفس في مجالات المختلفة معناها انها ستعرف نفس الحركات والمبدأ التاني هو ان الماضي والحاضر هو مفتاح المستقبل بمحنى انه ما حدث في الامس وما يحدث اليوم يمكن ان يتكرر في المستقبل اذا سنعود الى هذا عندما نتكلم عن التدبيع اذا قلنا هذه المؤشرات سواء كانت مؤشرات طبيعية او مؤشرات بشرية هي دليل على ان هناك حركة كتلية على السفوح وهذه الحركة الكتلية باعتبارها ظواهر طبيعية تحمل طاقة معينة ممكنها ان تهدد الرهانات الموجودة داخل مجالها معناه كذلك ان هناك عوامل مسؤولة عن هذا التحريك هذا هو الذي نراه في هذه الجدولين التاليين اللذان يوضح كل العوامل المسؤولة عن التحريك او النقل الكتلي عن السفوح وكذلك معاملاتها هذه العوامل يمكن اجمالها في اربعة عوامل العامل اول درجة الانحذار العامل الثاني نوع السحنات العامل الثالث علاقة اتجاه الانحذار مع اتجاه الميل والعامل الرابع استغلال الارض وهنا يجب الانتباه فهذه العوامل كما ترون هي مرتبطة بالرهانات وليست مرتبطة بالظواهر لمع ذلك لأننا هنا ندرس الهشاشة والهشاشة كما قلنا هي معيار من معايير وضعية الرهان هنا لم نتكلم عن تساقطات لم نتكلم عن الفيضانات لأن هذه خصائص الضواهر هنا نتكلم عن عوامل مرتبطة بالزيادة او النقصان في درجة مقاومة او درجة هشاشة المجالات التي توجد فوقها الرهانات ومن طبيعة الحال فإن هذه العوامل ليست في حالة وحيدة فهي تختلف فالانحضارة تختلف حسب درجتها وقوتها السحانات تختلف حسب نوعها العلاقات ما بين العلاقة نتجاه الانحضار واتجاه الميل مختلفة استغلال الأرض كذلك مختلف إذن كيف نضبط هذا الاختلاف كيف نحدده كيف نجعله كميا إذن هنا سنعتمد على ماذا سنعتمد على عوامل قسمناها إلى ثلاث عوامل الأساسية إما معاملات أساسية عفوا إما معامل يساعد على الاستقرار بمعنى أن هناك مقاومة كبيرة وأعطيناه معامل اثنين أو أن الحالة هي حالة متوسطة أو متوسطة الاستقرار وأعطيناها معامل واحد أو أنها حالة لا تساعد على الاستقرار وبالتالي تجعل المجال أو تجعل الرهان ضعيفا جدا دوها شاشة عالية وأعطيناها سفر طيب لنقوم بدراسات كل عامل كل عامل على حضا إذا أخذنا درجة الانحضار كيف تختلف وكيف يختلف عاملها نعلم على أن الانحضارات هي ماذا هي محرك النقل كتالي على السفوح معناه أن الطاقة التي تكتسبها النقل ويأتي من الانحضار انحضار هذا وأن الانحضارات هي مختلفة وأن هناك انحضارات يمكن أن تحزف فيها النقل الكتالي وهناك انحضارات يمكن أن تكون أو يكون المجال مستقرا طيب حسب الدراسات وحسب الدراسات الميدانية والدراسات المخبارية وجد على أن هناك عتبات مهمة هذه العتبات حاسمة في تغيير الثنقل أو النقل على السفوح كيفيا أو نوعيا وكميا وحسب هذه الدراسات وجد على أن هناك الانحضارات التي توجد ما بين صفر إلى عصر درجات هذه نعتبرها انحضارات لا تساعد على النقل جمعي معناه مثلا يكون هناك استقرار لا تكون هناك نقل على شكل تدفقات أو انزلاقات أو انهيارات بل أن الشبكة المائية أكثر الشبكة المائية لا يمكنها أن تتركز في هذه الانحضارات فيحدث ما نسميه بالسيل الغشائي يعني بدون تركز معناها أن هذه المجالات يمكن اعتبارها من ناحية الانحضار أنها مجالات مستقرة عندما تتعدى الانحضارات عشر درجات هنا يبدأ التركز أو تركز الشبكة المائية أو تعمق إذا أرضنا الشبكة المائية وتبدأ السفوح يعني في ماذا في مساعدة النقل الجماعي لهذا نجد أنه ابتداء من درجة 12 أو 13 أو 14 تبدأ ماذا تبدأ التدفق السفليكسيون إذن التدفقات ما بين 10 و20 لكن عندما نمر إلى 20 درجة وهذا هو المتفق عليه عالميا باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي أقرها مغياغ عندما درس الانزلاقات في الريف المغربي حيث وجد أن هناك بعض الانزلاقات التي حدثت في 18 درجة ولكن على العموم يمكن أن نقول بأن 20 درجة هي العتبة الأساسية هذه العتبة هي عتبة وداية الانزلاقات بمعنى أنه لا يمكن أن نتحدث عن الانزلاقات إلا إذا دخلنا إلى انحضارات تصل إلى 20 درجة انتبهوا معي هنا أنا أتكلم عن الانحضارات قد تكون أكثر من 20 ولا يتحدث الانزلاقات هذا بأعتبار السحنة كما سنرى فيما بعد إذن بداية النقل الجماعي هو مع 20 درجة بمعنى أن بداية الانزلاقات ستكون مع 20 درجة لكن عندما نصل إلى 40 درجة فهنا يكون التغيير كيفي أي سننتقل من الانزلاقات إلى الانهيارات إذن معنى أن معرفة درجة الانحضار يساعد على إعطاء فكرة أولية عن المجالات المستقرة والمجالات المتوسطة للإستقرار والمجالات الأكثر وهشاشة وبهذا يمكن أن نقول أن الفئة ما بين 10 ما بين 0 10 هي فئة مستقرة لهذا أعطيناها معامل اثنان وما بين 10 و20 درجة سح إني يمكن أن نقول بأنها مجالات متوسطة الاستقرار ولهذا أخذت معامل واحد وأن المجالات التي يزيد أو تزيد درجة انحضاراتها عن 20 درجة هي مجالات قابلة لحدود الأخطار وقابلة هنا إلى النقل الكتالي على السفوح لهذا أعطيناها معامل سفر أما العامل الثاني فهو عامل السحنة فاسيس بمعنى الخاصائص الفيزيائية والكيميائية التي تساعد على النقل الكتالي على السفوح هل هي موجودة أم لا لهذا يمكن أن نقول أن هناك سحنات مقاومة للنقل الكتالي على السفوح معنا تقريبا لا يمكن أن يحضر فيها نقل الكتالي مثلا نعطي مثلا الرمال فالريمال كسحنة مقونا من حبات كوارتسية حرة لا يمكن أن تعطينا نقل جماعي كتالي قوي لا يمكن أن تحتفى تدفقات لا يمكن أن تحتفى انزلاقات لا يمكن أن تحتفى انهيارات وبالتالي يمكن أن نقول بأن مقاومتها مقاومتها عالية لهذا عندها أو تأخذ معامل اثنان أو هناك متوسطة سحنة متوسطة المقاومة هذه كذلك سحنات يمكن كذلك مثل الصلصال أو مثل الحث فهذه يمكن أن تحدث فيها بعض التنقلات أو النقل الكتالي حسب وضعيات العوامل الأخرى وهناك سحنات يمكن اعتبارها ضعيفة المقاومة بمعنى أنه يمكن أن تحدث فيها وبشكل سريع مجموعة من التنقلات الكتالية مثل ما تعلن الطين فنعرف بأن الطين هي سحنة مفضلة لنقل الكتالي على شكل تدفقات أو على شكل انزلاقات إذن معنا أن هذه السحنة هي سحنة شديدة الهشاشة ضعيفة المقاومة لهذا معاملها هو معامل السفر أما أما العامل الثالث وهو علاقة اتجاه الإنحضار باتجاه الميل فهو كذلك يعتبر عاملا مهما في مساعدات المجال على مقاومة النقل الكتالي فتعرفون من خلال دروس الجيومورفولوجية البنيوية أن هناك علاقة ما بين مهمة يمكن من خلال هاتحديد مقاومة الأشكال من خلال ربط العلاقة ما بين اتجاه الإنحضار واتجاه الميل ويمكن القول عموما على أن طبقات عندما تكون طبقات أفقية أي عندما ينعذم الميل أو عندما يكون ميل الطبقات مضاد لميل الانحضار معنى أن اتجاه المتضادين كأن نقول بأن اتجاه الطبقة أو اتجاه ميل الطبقة في الجنوب واتجاه الانحضار الصفح في الشمال معنى أن هناك تضاد ففي هذه حالة تانية وحالة عندما يتعاء يكون هناك تعامد ما بين الانحضار والميل كأن نقول بأن الانحضار أو اتجاه الانحضار في الشمال واتجاه الميل في الغرب معنى أن هناك تعامد هذه الحالات الثلاث هي حالات كلها تساعد على استقرار السفوح معنى الزيادة في مقاومة السفح وضعف هشاشته لحالة هذه الوضعية استانت كلها يمكنها أن نعطيها معامل اثنين لكن متى يكون المشكلة عندما يكون اتجاه الانحضار مطابق أو موافق لاتجاه الميل كأن نقول بأن اتجاه الميل في الجنوب واتجاه الانحضار في الجنوب معنى أن هناك إمكان يستحريك ولكن ليس دائما بنفس الطريقة وذلك حسب قوة أو درجة الميل الانحضار مع درجة الميل الطبقة ودرجة الانحضار السفح لهذا يمكن أن نقول عندما يكون الميل مطابق ولكن أكبر من زاوية الانحضار يعني أن ألفا أكبر من بيتا يعني ألفا هي زاوية الميل وبيتا هي زاوية الانحضار فهنا يكون التأثير أقل يعني أن هناك مقاومة متوسطة لكن عندما يكون ميل مطابق وأن قيمة زاوية الميل هي أقل من الانحضار معنى أن ألفا أقل من بيتا معنى أن الانحضار هنا أقوى من الميل وفي اتجاه واحد فهذه الوضعية تساعد على التحريك الكتالي لهذا يمكن أن نعطيها المعامل السفر أما العامل الرابع فهو عامل استغلال الأرض أي الأنشطة المزاولة فوق المجال والتي يمكنها كذلك أن تساعد على هذا النقل الكتالي أو تقلص منه استغلال الأرض لاحظوا معي هنا لا يوجد معامل إثنان لا يوجد مقابل له باعتبار أن هذه الحالة أي الحالة الأولى من استغلال الأرض أصبحت الآن فقودة على وجه الأرض ونقصد بها الغابات العضراء الأصلية التي لم يستغلها الإنسان إذن فهذه المجالات الآن صبحت تقريبا غير موجودة لكن هناك غابات طبيعية مغروسات شجرية ونعرف بأن الغابة الطبيعية أو المغروسات الشجرية هي يمكن اعتبارها واسطة ما بين الظاهرة وما بين السطح بمعنى أن الاتصال يكون اتصالا غير مباشير ما بين الظاهرة كالتساقطات مثلا ومع السطح حيث تلعب هذه الأشجار سواء كانت غابة أو مغروسة شجرية دور الوسيط ما بين الظاهرة والمجال وبالتالي يمكنها أن تحد شيئا ما من أطار الظاهرة على النقل الكتري لهذا أعطيناها المعامل رقم واحد لكن عندما تكون الأراضي محروطة أو أراضي الرعي أو أراضي عارية معناه هذا أن هذه الحالات الثلاث هي كلها حالات يمكن أن نقول أنها حالات مهيئة للنقل القتالي على السفوح مهيئة لتدفقات مهيئة لإنزلاقات لهذا هذه المجالات المستغلة بهذه الطرق هي مجالات هشة ضعيفة المقاومة ويمكن أن نعطيها معامل سفر طيب يجب أن ننبه هنا على أن هذه العوامل الأربعة هي عوامل لا تعمل في استقلال تام لا تعمل أنها كل عامل مستقل على الآخر بل أنها تعمل بطريقة إما بطريقة التكامل أو بطريقة التلاغي معناه إما أنها آملا يكمل الآخر في اتجاه الاستقرار أو المقاومة أو في اتجاه لا شاشة مثلا عندما يكون درجة الإنحذار أكثر من عشرين وسحنات مثلا من الطين والماء المطابق وأراضي محروطة معنى أن هذه العوامل هنا تتكامل في ضعيف المقاومة أي تتكامل في الزيادة في درجة الهشاشة لكن عندما يكون مثلا الإنحذار هو عشر وهناك طين معنى أن هناك تلاغي أن عامل أو حالة عامل تلغي أو تنقص إذا أردنا من العامل الآخر لهذا حتى نفهم أو تكون عندنا نظرة شمولية على هذه العوامل الأربعة لا بد من أن نقوم بوضع يعني مجموع أو مجموع هذه المعاملات لأن هذا المجموع هو الذي سيوضح لنا الحالة النهائية لكل سفح على حدة معنى هذا هو نقصده بالتركيب لهشاشة بمعنى أن هناك مجموعة من العوامل تتركب فيما بينها لتعطينا في الأخير ما ما سمناه بالهشاشة الفيزيائية يظهر هذا من خلال هذا من خلال الجدول الثاني حيث يمكن للمجموع المعاملات أن يكون ما بين سفر وواحد معناه هذا عندما يكون مجموع والسفر أو واحد معناه أن هذه المناطق هشاشة هشاشتها عالية يعني مناطق مهددة مهددة بالأخطار مهددة بالأخطار التدفقات أو انزلاقات أو انهريات حسب ماذا؟ حسب خصائص كل عامل على حد عندما تكون مجموعة المعاملات ثلاثة أربعة أو خمسة معناه أنها مناطق هشاشتها متوسطة مناطق متوسطة الاستقرار معناه أن هذه المناطق يمكن أن تتعرض إلى تهديدات ولكن وهذا الذي يجب أن ننتبه إليه كما سنرى في محاضرة التدبيرات أن هذه المجالات هي مجالات يمكن أن تصبح مستقرة إذا كانت هناك تدبيرات أساسية لنقلها من مناطق المتوسط الهشا إلى مناطق مستقرة إذا كانت المناطق مجموعة هو ستة أو سبعة معناه هذا أن العوامل الثلاث تكاملت في خلق مجال مستقر يعني مناطق هشاشتها ضعيفة مناطق مستقرة تلاحظوا معي لقد لونا هذه المناطق إما بالأخضر هنا وهنا أو بالأصفر هنا وهنا أو بالأحمر هنا وهنا وهذا فعلا ما يعتمد في الخرائط يعني المعتمدة في الدول الأوروبية حيث يلون المجالات المستقرة بالأخضر والمجالات المتوسط الاستقرار بالأصفر والمجالات الضعيفة المقاومة أي الهشا بالأعمر إذن هذا كان تفسيرا للعوامل والمعاملات والمؤشرات التي من خلالها سنقوم بدراسة النموذج الموالي هذا النموذج اخترناه من الأطلس الكبير الغربي وهو هنا حوض تنسيفت وداخل هذا الحوض اخترنا حوض نهري من الأحوال المشكلة لحوض تنسيفت وهو حوض غيغاية هنا وداخل حوض غيغاية اخترنا منخفضان طي جبليا ومنخفض أسني وهذا الاختيار لهذا الموضع هو اختيار دو أهمية القصوى لماذا؟ لأن هذا المنخفض طي جبلي أي منخفض أسني هو منخفض به ضواهر متعددة ضواهر مرتبطة بالسفوح ضواهر مرتبطة بقعور الأودية الفيضانات ولكنه في نفس الوقت دو رهانات كثيرة بشرية ومتلكات بشرية معنى أن دراسة هذا المنخفض الجبلي سيعطينا فكرة جالية ومهمة عن تطبيق هذه الطريقة طيب نبدأ أولا بالعامل الأول الذي تكلمنا عنه يتكون هذا المنخفض طي جبلي ولماذا قلنا هو طي جبلي أنه داخل الوحدة الجبالية تسكابير الغربي أو منسمي بأطلس أسني وهو منخفض يشرف عليه من تقريبا من جميع الجهات ولكن أهم إشرف عندنا هو إشرف هذا بطكيك في الشمال الغربي وأدرال إفرحان في الجنوب الشرقي وهو منخفض عبارة عن بغرى تم إفراؤها وتتكون من مجموعة من الأشكال بورفبنيوية التي جعلته متنوع الأشكال ومتنوع الانحدارات ومتنوع السحنة طيب إن على مستوى الانحدارات كعامل من العوامل الأربعة التي ذكرناها ماذا نلاحظ نلاحظ على أن هناك مجالات انحداراتها ما بين عشر ما بين سفر درجة وعشر درجات وهذه المناطق نلاحظ كما ترون مستقرة في قعور الأودية نلاحظ على محادة المجرى المجرى الوادي وفي بعض الانقطاعات في الانحدار على مستوى السفوح وفي بعض المناطق على مستوى الظهر الهضابي سواء في هضبة إفرحان أو في هضبة كيك ونلاحظ على أن هذا إفريز إفريز لهذا بطي هو إفريز تبتدئ منه الانحدارات بدرجات قوية أي أكثر من أربعين لاحظوا هنا اللوء الأحمر أكثر من أربعين درجة ثم تليه انحدارات أقل من عشرين إلى أربعين ثم تليه انحدارات بالأصفر من عشر إلى عشرين ثم قعور الأودية إذن معناه أن هناك مجالات انحدارية مختلفة التي تقل عن عشر درجات أحضوا أعطيناها اثنين كما رأينا ذلك في الجهود السابق من عشر إلى عشرين يعني أعطيناها معامل واحد وأكثر من عشرين أعطيناها سفر وهنا يجب أن نفرق لأن نفرقنا ما بين عشرين وربعين وأكثر من ربعين لماذا؟ لأن ما بين عشرين واربعين هي مجالات يمكن أن تحدث فيها انزلاقات ولكن ما بعد أربعين هي مجالات يمكن أن يحدث فيها فقط الانهيارات إذن مجالات مختلفة يمكن أن نقول أن هناك تدرج إذا انتقلنا من إفريزات إفريز لهضبطي نحو قعور الأودية هو تدرج على مستوى الانحدار وكذلك مدرج على مستوى الفئات الارتفاعية طيب إذن هذا المعطى الأول المعطى الانحدارات المعطى التالي ماذا نلاحظ؟ نلاحظ على أن الهضبطي هضبط كيك وهضبط إفرحان لاحظوا نجد هنا بأن هناك كيلس على مستوى ظهر الهضبط لاحظوا من نفس النوع من نفس العمر معناه أن هناك كانت استمرارية تم إفراغ هذا المحدد أو مفصالة المحدد توجد هنا ثم ماذا نجد نجد بأن هناك شبه تماثل ما بين السفحين ما بين السفح الجانوبي الشرقي وما بين السفح الشمالي الغربي إذن ماذا نلاحظ على أن هناك وجود كيلس ما معنى وجود كيلس مع انحضارات قوية إذن لاحظوا انحضار قوي وسحنة كيلسية انحضار يفوق أربعين معنى أن هذا المجال هو مجال يمكن أن تحدث فيه ظاهرة الانهيارات خصوصا إذا تتبعنا هنا وعلمنا على أن هذا الجزء وهذا الجزء هو عبارة عن ماذا عن طين لاحظوا هنا هذا طين يعني طين ماذا ماذا يمكن أن يحدث ممكن أن تحدث انهيارات لأن هذه السحنة سيتم إزالتها ثم سيحدث معناه سيكون هناك انهيار لهذه الأجراف أي وجود أي انهيارات على مستوى هذا الإفريز أو هذا الإفريز طيب ثم عندنا لاحظوا هذه السحنة الغالبة هي سحنة مكونة من الطين الترياسي الطين ترياسي معناه هذا أن هناك إمكانية حدوث مجموعة من الإنزلاقات لماذا لأن هذه المجالات هي مجالات ما بين عشر أو عشرين أو أكثر من عشرين على حسب كل مدل تجهنا نحو عالية السفح من هنا أو عالية السفح من هنا معناه أن في هذا المجال وفي هذا المجال يمكن أن تحدث تنزلاقات لماذا لأنه إلى حد الآن توفر عاملان أساسيا عامل إنحضار وعامل السحنة أي سحنة سطح طيب إذا انتلقنا إلى العامل الثالث وهو عامل علاقة اتجاه من الإنحضار ماذا نلاحظ نلاحظ هنا لاحظ هنا مع هنا نفس الشيء هذه كلها مجالة ميل مضض للإنحضار معناه أن هذا المجال وهذا المجال هو من الناحية البنيوية هي مجالات مستقرة معناه هذا أن هناك تلاغي ما بين عامل الإنحضار وعامل السحنة من جهة إنحضار قوي وسحنة طينية توجد تحت السحنة الكيسية من جهة وما بين البنية حيث توجد تضاد ما بين اتجاه الإنحضار الذي هنا لاحظوا في هذا الإفريز الإنحضار نحو الجانوب الشرقي بينما الميل هنا نحو مادة نحو الشمال الغربي هنا الإنحضار نحو الشمال الغربي بينما الميل نحو الجنوب الغربي نحن هنا في مدى في مجال مقاعر معلق طيب إذا معنا هنا هذا ما قصدناه بالتلاغي لاحظوا هنا مدى نجيد يعني نجيد على المطامل مطابق للانحدار معناه أن هذا لاحظوا انحدارات قوية سحنة طينية انحدار مطابق معناه أن ظروف كلها مهيئة كلها تشير أو يمكن أن تحتفظ فيها انزلاقات على مستوى هذا السفع كما هو على مستوى هذا السفع بينما هنا ميلون متعامل إذا لاحظوا ميلون مضاد عنده معامل اثنان ميلون مطابق انحدار سفر ميلون متعامل انحدار واحد إذا نفس الوقت لاحظوا هذه المجالات التي قلنا على أنه مجالات يمكن أن تحدث فيها انزلاقات هي مجالات لاحظوا يوجد بها تجمعات سكنية هذا مهم جدا نحن أن هناك تجمعات سكنية معلاء أنه رهانات توجد في مجالات مهددة العامل الرابع العامل الرابع هو قمقنا قمقنا عامل استغلال ما هذا نلاحظ نلاحظ على أن هناك استغلال مجال غاباوي ولكنه محدود وعندما نقول غاباوي هي غابة إما غابة طبيعية أو غابة المغلوسة ثم لاحظوا هنا في هذا المجال وهو مهم جدا هو مجال الرعي لاحظوا مجال الرعي مجال الرعي معناه أن هنا مجال كما قلنا يعني تساعد هذه حركات الرعي خصوصا إذا إذا تكلمنا عن الرعي الجائر تساعد على ماذا على تهيئ هذه السفوح للتحريك الكتالي إذن هذه العناصر الأربعة أو هذه العوامل الأربعة إذا جمعناها في خريطة تركيبية التي هي خريطة الهاشاشة الفيزيائية ماذا سنجد سنجد على أن هناك مجالات تلات باستثناء قعور الأودية لماذا استثناء قعور الأودية لأن هذه يمكن أن يكون نموذجا آخر ليس للتحريك أو النقل الكتالي على السفوح ولكن نموذجا للفيضانات هذا بحد يمكن أن نقول بأن هناك مجالات مختلفة مجالات استقرار التي بالأخضر السفوح جزء من سفوح كيك هضبة كيك ولاحظوا هنا السطح الهضابي لإدراء إفرح ثم مجالات هي مجالات استقرار نسبي هضبة سطح هضبة كيك ثم مات بعض الجوانب من هضبة إفرح ولكن لاحظوا هنا المجالات التي توجد فيها الرهانات هذه وهذه وهذه هي مجالات كلها تدخل في المجال الأحمر أي المجال المهدد المجال الذي يمكن أن تحدث فيه اضطرابات بفعل إما هنا بفعل الفيضانات وإما هنا وهنا بفعل الإنزلاقات لاحظوا التهديد الممكنة لاحظوا هنا تدفقات وإنزلاقات على إماده لأن هناك انحدار 20 درجة هناك سحنة طينية وهناك تطابق ما بين الميل واتجاه الميل واتجاه الانحدار إذن هذه المجالات هي مجالات يمكن أن تحدث فيها انزلاقات لأن جميع الشروط متوفرة بينما مجالات الأخرى هي مجالات قد تعاني من التخديد لماذا؟ لأنها تغيب فيها السحنة الطينية لا والنسحنة الطينية هي المسؤول الرئيسي والأول عن حدوة الإنزلاقات بهذا نكون قد أعطينا نموذجا لدراسة الهاشاشة الفيزيائية وبهذا نكون قد أتممنا هذه المحاضرة التي خصصناها لهاشاشة كمركب من مركبات الأخطار وإلى اللقاء في المحاضرة السادسة وبالله التوفيق ترجمة نانسي قنقر